وصلت القافلة الطبية التي تنظمها جامعة طنطا أعمالها في مدينة السلوم بمحافظة مطروح وأوضح رئيس جامعة طنطا محمود زكي أن القافلة تشهد لليوم الثاني على التوالي إقبالا كبيرا من الأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاق بالمجان لستمائة وتسعة وأربعين مواطنا وإجراء ثمان عمليات جراحية في عدة تخصصات بمستشفى السلوم التخصصي ليصل إجمالي عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم إلى 1226 مواطنا وإجراء أربع عشرة عمليات جراحية ضمن القافلة التي تأتي بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء